أجرى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانجي محادثات مع نظيره المجر بيتر سيارتو في مدينة جويان بمقاطعة جويجو جنوب غربي الصين يوم الاثنين وأقال وانجي أنه يقدر دعم المجر للعلاقات بين الصين ودول أوروبا الشرقية والوسطى وأعرب عن أمله في توثيق التعاون في مختلف المجالات من جانبه شدد سيارتو على أهمية العلاقات الثنائية وأعرب عن شكره لتقديم الصين للقاح للشعب المجري هذا وكانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشتري وتوافق على استخدام اللقاح الصينية ضد كوفيد 19 كما كان للمجر أكبر حجم من المعاملات مع الصين في معرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي من بين جميع دول أوروبا الشرقية والوسطى يذكر أن وانجي استضاف وزراء خارجية بولندا وصربيا وإرلندا والمجر في كويان خلال عطلة نهاية الأسبوع